إذن نعود ونذكر أنه ببنغ الحزن والساعة لمن مجمع النهار نبأ وفاة زوجة عبد الرحيم بوتفليقة المدعو ناصر على إثر هذا المصاب الجلل يتقدم مجمع النهار بأخلص التعازي لعائلة بوتفليقة نذكر فقط أن الفقيدة ستوارطرى أو تدفن ظهر يوم سبت يعني يوم غد إن شاء الله بمقبرة بن عكنون في العاصمة مشاهدين أمر بكم إلى ملفنا الأول خلال هذه الأمسية حديث عن شهادة الباكالوريا خارج شهر رمضان وكذلك عن فتنة أموال الخدمات الاجتماعية لنقاش حول هذين الموضوعين أسعد باستضافة مسعود بوديبة الأمين الوطني المكلف بالإعلام في نقابة كنابست مساء الخير مرحبا بك معنا مساء الخير كذلك سامي القصوري عضو منظمة أولياء التلاميذ مساء الخير السلام عليكم الإخوة المشاهدين مرحبا إذن البداية بموضوع الأول الخاص بشهادة الباكالوريا كما تبعتم يوم أمس عبر تلفزيون النهار من خلال ندوة صحفية وفي تصريحات لوزيرة تربية نوريا بن غبريت بخصوص الامتحانات الرسمية من المقرر إجراؤها قبل شهر رمضان وهذا يعني مع ضرورة لتقديم كل دروس وختام كل البرنامج دراسي قبل هذه الفترة متابعة تفاصيل مع علي اليداوة ثم نعوتها أنهت وزيرة التربية نوريا بن غبريت الجدل القائم حول موعد باكالوريا 2016 حيث اتخذت وزارة التربية قرارا رسميا يقضي بتقديم موعد امتحانات شهادة الباكالوريا لتكون قبل شهر رمضان للباكالوريا والبيوام سيتم رزنمت الامتحانات قبل شهر رمضان وتحديد بدقة سنعمله مع لجنة سنكونها مع كل شركة تقديم تواريخ اجراء الامتحانات الرسمية لاسيما الباكالوريا لقبل شهر رمضان لقيت ترحيبا وسط التلاميذ واستغرابا لدى الأستذة ما كيف حنجوزه يوميه في رمضان ما كيف حنجوزه يوميه في رمضان كنو صايمي كنو ايانين كابا ما نخدمه وشغير يوميه في رمضان نحن ما دابين نجوز رمضان الباقبل رمضان بصح ليس برمضان لا نكمله ولا نكمله ولا نكمله على حساب شيوخ نحن فرنسي، نحن نستطيع أن نستطيع البرنامج، ولكن للمساعدة أخرى يقوم بإنتروجات. والآخر يقوم بإنتروجات، ماذا سنفعل؟ لأنه سيقوم بإنتروجات. الشركاء الاجتماعيون همهم الأول والأخير مطالبهم ومصلحة التلميذ آخر إهتماماتهم. قضية استكمال البرنامج ونربطها بهدوء في سنة دراسية. الهدوء مرتبط بالمطالب المطروحة، مرتبط بالانشغالات، مرتبط بأمور كثيرة. لا نعرف ماذا سيكون في الأيام المقبلة. نتمنى بأن الفصل الثاني والفصل الثالث يكون مستقر. بطبيعة الحال استقرار مربوط بالتكفل بالمطالب المرفوعة، التكفل بالانشغالات وطنيا وولائيا. أخيرا مطلب التلميذ بتغيير موعد الامتحانات الرسمية استجابت له المسؤول الأولى عن القطاع. على أمل أن تكون النتائج النهائية في المستوى. طيب أبدأ مع الأستاذ مسعود بوذيبة بما أنك أستاذ. يعني ترى أنه فيه إمكانية لاستكمال كامل البرنامج قبل هذه الفترة؟ بداية نحن نرى بأن مراجعة تواريخ الانتحانات الرسمية في هذه الفترة مهم جدا. لأن هذا الملف نحن مجرد الإعلان عنه في البداية حدرنا من استغلال هذا الملف. وهذه التواريخ خصوصا تاريخ امتحان شهاد البكالوريا لأغراض ممكن ستمس بوحدة البكالوريا وطنيا. وممكن سوف تؤثر على نفسية التلاميذ إلى آخره. نظن بأن مراجعة هذا التاريخ في هذه الفترة بالذات سوف يخدم أولا وحدة البكالوريا وطنيا. سوف يكون له استقرار على نفسية التلاميذ وعائلاتهم. وثالثا سوف نعمل بالتشاور مع وزارة التربية الوطنية لوضع التواريخ مضبوطة. فيما يخص البرامج، هذا وش نحوص؟ فيما يخص البرامج، رح تكمله أو لا؟ هذا كله مرتبط باستقرار السنة الدراسية. دون التلاتي الأول أعطى مؤشيرات بأن تقدم الدروس تسير في ظروف عادية. إذا كان الفصل الثاني والثالث مرت بنفس ظروف الفصل الأول، نظن بأن تكملة البرامج لا سيكون فيها مشكلة والأمور سوف تكون بصفة عادية. والبعض يقرأ هذا كتهديد من قبل نقابات. يقول أن نقابات تقول أن الفصل الثاني والثالث لازم تكون بنفس الهدوء. هذا الهدوء مرتبط بالمطالب التي ترفعها هانتما؟ بطبيعة الحال، الهدوء يتطلب بالتكفل الفعلي بالانشغالات والمطالب المرفوعة. ونظن عندما يكون الحوار الجدي ويكون الاحتمام البالغ بانشغالات الموظفين، نظن بأننا يمكن أن نتفادى مثل هذه الانسدادات. نتمنى أن الأمر يسير في ما هو مطلوب، وهو استقرار السنة الدراسية. طيب، يعني كون ما يكون فيه استجابة لمطالب، ممكن أنكم تعودوا و ترجعوا للمجارة في السنة الماضية؟ والله، نحن في البداية دائماً دعوتنا هي إلى الحوار الجدي، وهذا دعوة للجميع، وحتى القائمين على وزارة التربية الوطنية هم يصرحون بذلك. نظن إذا كان الحوار جدي فيمكننا تفادي هذه الأمور. إذا كان هناك انسداد في الحوار، إذا كان هناك عدم من الالتزام بما هو مصرح به وما هو منضع في المحاذب، نظن بأن هذا يمكن أن يخلق لنا مشاكل في الولايات وعلى المستوى الوطني. طيب، سامر القصوري من منظمة أولياء التلاميذ، المنظمة وحتى التلاميذ كانوا يناديوا أن هذه الامتحانات تكون خار الشهر رمضان. تم الاستجابة لهذا المطلب ترى أن هذا حل، هذا هو الحل يعني، هل هو حل ضرفي يخص هذا الموسم؟ وكيف رح يكون الحل في العوامل المقبلة يعني؟ على الأقل تلت سنوات المقبلة. ماذا؟ بسم الله أحمد الرحيم. الجواب سوف ينقسم إلى قسمين. القسم الأول سوف أعرج سريعا على تذكير لأولادي. لأن شهدنا في الفتيار كانوا متخوفين من رمضان. ولو كان أن المنظمة طلبت تأخير أو تغيير تاريخ الامتحانات. ولكن أعيد وأذكر لأبنائي خاصة للأولياء عامة ما قلناه في هذا المجلس في البلاطو عند عدة شهور. أن اختبار في شهر رمضان لا يعتبر عائقا وإنما يعتبر جهدا إضافيا. ونحن كمنظمة عندما وجدنا الخيار أصبحنا يعني عملنا جاهدين لتغييره. لكن إن استحال ذلك فهذا ليس مستحيل أن نعمل الاختبار في رمضان. لأن رمضان شهر العمل وشهر الاجتهاد. هذه النقطة أريد أن أذكرها. يعني ترى أنه رمضان ما يكونش عائق أمام تلامت. رمضان عمرو ما يكون عائق. لكن جهد إضافي. ونحن كن نوسيقى الإنشغالات على أولادنا. ماذا كسبنا بلكين حل. ونحن اقترحناه للوزارة أنا ذاك. ألا وهو تقريب الامتحانات ما بين 29 ماي إلى 2 جوان. وهو الوقت المناسب دون انقطاع. لأن ما دون ذلك وبعد هذا التاريخ سوف يكون هنا انقطاع لآخر الأسبوع. فالتاريخ الأمثل لشهادة الباكالوريا نحن أعطيناه في 29 ماي إلى 2 جوان. هذا التاريخ فقط اللي تم تقديمه لامتحانات شهات الباكالوريا وحتى امتحانات رسمية أخرى. ما تشوفش أنه راح يكون عائق على فترة تحضير التلاميذ. نعم. فترة انقطاعها مع الدراسة والتحضير إلى غاية الامتحانات الرسمية. بما أن الفترة راح تكون قصيرة. نعم. الفترة نحن شاهدناها أنها لم تكون قصيرة. وخاصة بعد تصريح الوزيرة عندما كان الباكالوريا في رمضان. قالت أنها سوف تعمل وبرمجة الاختبار كما نقوله باكبلون في 20 ماي. هذا دليل قاطع أن البرامج سوف تنتهي ما قبل هذا التاريخ. هذا هو واحد. ثانيا أريد أن أكمل جوابي في الشقة الثانية وهو تثمين منظمة لقرار وزيرة التربية لتلبية طلبات وانشغالات التلاميذ وأوليائهم. وهذا دليل أن الوزير الآن أيقنت أنه لا يجب أن تأخذ أي قرار ارتجالي ويصبح فيه هناك انشغالات. لا بالعودة لهذه المنظمات والنقابات. إلا إذا كانت شاورت الشركاء وهذا ما نتمنه. نعم. تفضل أستاذ. بالنسبة للخلل الذي كان مطروح في التواريخ هو عندما غيرنا الباكالوريا من 7 جوان إلى 12 جوان. ومع العلم أنه في السنة الماضية كان برمج تاريخ 14 جوان لامتحان شهادة الباكالوريا ثم عدل إلى 7 جوان. هذا الأمر الأول كان من المفروض القائمين على وزارة التربية الوطنية ينتبهون إلى هذا الأمر. على الأقل يبقون على تاريخ 7 جوان. ثانيا عندما نبرمج شهادة تعليم الابتدائي في أول جوان وهو اليوم العالمي للطفولة. إذن كان من المفروض التواريخ عندما تضبط وعندما تعد بالتشاور وعندما نستفيد من أخطاء الماضي. لأنه سبق لنا وغير التواريخ نضم بأنه عندما تضبط بدراسة علمية مرحش يكون مشكلة. سوش مسعود بوذيبة فقط معي عبر الهاتف الخبير النفسي والاجتماعي ربح لوصيف. مساء الخير مرحبا بك معنا. مساء الخير تبهر من مساء الخير اللي بي فك الكرب. أستاذ ربح لماذا تخوف التلاميذ من شهر رمضان؟ بالله بداية أنا أعتقد أنه يجب أن يكون عندنا دراسة علمية. دائما نأخذ بالاعتبار التليد. رأينا نتكلم بكل التلميذ لكن فعلا نفكره إحنا ككبار وما نفكرش كتليد. ما نحطوش عنده. وناس ساعات من ذاك من حين لآخر أقول لجب أن نأخذ المسعد ونهبط المساوكلين. هذه بداية. ثانيا التخوف من شهر رمضان هو من طرف أننا نحنا في الاجتماع. الكبار لنخوف التلاميذ. لأنه لو الآن ونعدي ملاحظة. فنجد أن نكون علميين ودقيقين. أن تلميذ في السنة الماضية كان يأرف بالي البرنامج. تعود في حال البكالوريح يكون في شهر رمضان. كان على علم. لأنه حتى تلميذ في السنة هذه أرف بالي السنة قد ما يكون في شهر رمضان. نفسيا محضرواهم. وأنا كنت ندور على بعض من تطوى مع بعض الطالباء منذ البداية. سنويات وغرام مع الأم. حتى مع الأولية. أن الطالباء كانوا محضرين نفسهم. يعني الامتيحان في شهر بكالوري. يعني خلاص محضرين هنا عندهم مواتيرة تعليمية. تعلمية بالنسبة لهم. ما يسميه إحنا الكرونو بسيكولوجي. مواتيرة نفسية. خلاص محضرين نفسهم من البكالوريح. يعني حتى هما بربجوا وحطوا مخطط للدراس. يعني تخوف من البكالوريح. بالنسبة للطالباء في شهر رمضان. تحضروا نفسهم. ما عندهم شخوف. نحن الأولية. نخافوا بزاق. لأننا نعجبوا الامتيحان قبل الأبناء. لأننا قبل الأبناء تعنا. فعدنا ندقبهم. والدي مسكين عندهم الباكالوريح في المتحاق. يا الله ما عندكم نظهر الحاجة عليكم. وندخلوا بطريقة يعني غير مقصودة. يعني الولي. طيب أستاذ. سيسامل القصوري. أنت تستمع للخابير نفسي الاجتماعي. يعني يقول أنه الأولياء هم لي يزرعوا هذا الخوف في التلاميذ. أكيد الخابير نفسي على حق. يعني أولياء التلاميذ. يعني كانوا يمدوا كما قلت لك أنايا. رجعوا شهر رمضان عائق. كما سبقتوا بديت. وما قالوا لهمش باللي يعني هو ليس بعائق. وإنما هو جهد إضافي. وبالتالي يعني الأولياء أصبحوا متخوفين أكثر من التلاميذ. كأنهم هم اللي حيجوزوا الباكالوريح. طيب العام هذا الوزارة استجابت لكم. استجابت التلاميذ. كيف رح يكون يعني الأمر العام المقبل. أو في السنوات المقبلة. أكيد أكيد. رحين يوخروا الباكالوريح بعد رمضان؟ في كل حال هي تعتبر اقتراحات. كما كانت اقتراحاتها هذه السنة. وما تشاهدنا باللي هذه الاختراحات يعني هذه السنة كانت معقولة. إحنا عدنا اقتراح السنة الماضية. السنة الجاية إن شاء الله. إذا كان معقول وكل الشراكاء تفهموا عليه راح نلبيوها. إذا كان غير معقول فنذكروا أن رمضان اختبار في الرمضان ليس عائق. يعني هذه هي. طيب. دعود للأستاذ ربح الوصي فقط في الأخير معك فيما يخص تحضيرات تلاميذ لشهر أو الامتحانات الرسمية. يعني لا نركز فقط على شهادة الباكالوريا. الآن بعد تحديد هذا التواريخ يعني بعد تقديمها يعني رح يكون فيه صعوبة للتلاميذ أنهم كما قلت أنت يعني يغيروا في وطيرة عملهم أو يغيروا حتى في تفكيرهم في تواريخ الامتحانات أو أنه مازالت للفترة طويلة يعني الامتحانات. والله بالنسبة لنا احنا تبقى طويلة. بالنسبة لهم عندهم ما يسمى عندنا ما يسمى يسمى فيها الأساتي دا الكرام وانت فيها رمضان بلك تعد عندك عمل ومحذوا ومزنوا بتلقى الوقت ما يسمى بالزمن النفسي للطمب سيكولوجيك. معنى قال يا صحي. هم بالنسبة لهم موصل باكالوريا. خلاص. الآن فالمراجعة تكلم معي طالب يقول كل أخير راح الحالة وراح دينا الحالة. هذا وصل منه احنا الزمن النفسي. احنا الآن هي يقاعدة الآن تحضير من جديد وعمل نفسي كبير وعمل مرافقة من طرف الأولياء وينقصوا من الخوف تحهم ويحاولوا يساعدوا الأبنة تحهم حتى يشوفوا الزمن باللي فعلا. لأنه هنا تعرفوا نعطي المثال والولو نحن نطيل عليك والولو في بقيقة باختصار فقط الأستاذ الأستاذ النقاضة الموجود يعرفها كأستاذ شوف لما أنا ندير امتحان ونقول في الامتحان هذا راح يجي ولد في الهدف أبكعه أستاذ في الرياضية أكيد راح يجاوم لي لما أنا ندبع نعطي له نجيب الورقة وطحها دينا ما جاوش لوني نبحث على التوازن الذهني وش هو التوازن الذهني اللي يفقده هو أستاذك شاب الطالب ما جاوش بقي واللي يحضروا الورقة كتابة نفس الشي حدث للطالب الطالب الآن كانت حط عنده موعد معين فحدث له عادة من التوازن الديني فحنا رح نبدل وجهد كبير كأولياء كأساتذة باش نعاودوا الرجعه باش يلقى هذا التوازن الديني من خلال ماذا؟ من خلال ترتيبنا لطريق المراجعة شكرا جزيلا لك الخبر نفسي الاجتماعي ربح وصيف شكرا شكرا إذن نطوي هذا الملف الأول الخاص بشهد البكالوريا في رمضان خارج رمضان قبل رمضان على كله نرجو التوفيق لكل تلاميذ دائما في شأن تربوي في تصريح لوزيرة التربية نورية بن غبريط أو نعود للملف الآخر نعم نقبات قطاع التربية نعم طالبة الوزارة الوصية مرارا وتكرارا بتغييد طريقة تسيير الملف الخدمات الاجتماعية المحتكر من طرف الإدارة المركزية للجنة الوطنية هو ما وقفت عليه وزيرة القطاع جنبا إلى جنب مع شركاء الاجتماعيين التفاصيل معها جر زليلف أكثر من 900 مليار سنتيم مبلغ مالي ضخم وميزاني معتبرة خصصتها وزارة التربية لملف الخدمات الاجتماعية أين تصرف بين من ومن توزع غموذ يشب تسيير هذه الملاير والنقبات تتحرك الثقة إذا ما شمت بوع بالمراقبة فليس لها أي معنى الإنسان إنسان تديرني أنا رئيس اللوجنا الوطنية للخدمات الاجتماعية إذا كان ما كانش عليها مراقبة نولي سرق نشوف قدامي 900 مليار سنتيم وهي أن تعطى الأولوية للجانب الاجتماعي التضامني وأن تخصص 80% من الميزانية للجانب الاجتماعي التضامني و20% إلى الجانب الترفيه نورية بنغبريت تستجيب لمطلب الشركاء الاجتماعيين وتجتمع رفقة 11 نقبة نتناقش مع بعض حول موضوع يعني كل موظف القطاع سواء كانوا منخرطين في النقبة أو لا هو موضوع الخدمات الاجتماعية وورقة الطريق مصوبة نحو إعادة هيكل تسيير ملف الخدمات الاجتماعية إختلافات ما بين في التسيير نعطي الأهمية والأولوية للجانات على المستوى وحدين وهم يطلبوا على المستوى المؤسسة وحد أخرين على المستوى الولاياء وعنا على المستوى الوطني هذا يعني الإدارة ما عندهاش منع أو ما عندهاش موقف خاص شي يهمنا وهو تطبيق القوانين بعد أشهر قليلة من تنصيب اللجنة الوطنية للخدامات الاجتماعية يأتي هذا اللقاء بين بن غبريط والنقبات علّه يجد حلاً نهائياً لهذا الملف المتجدد مستد مصعود بوديبم الذي كان في اللقاء مع الوزيرة على وهتفقته اجتماع البارحة كان الغرض منه هو الوقوف على القرار 12-01 تحديد النقائص الموجودة فيه واقتراح بدائل لإضفاف شفافية أكثر على هذا الملف ولتحسين طريقة التسيير بالنسبة لملف الخدمات طيب أنبسطوها فقط للمواطن يعني اللي يتابع فينا الحديث عن حوالي 900 مليار سنتيم هذه الأموال خاصة بالخدمات الاجتماعية يعني هذه الأموال ليه من مخصة يعني مخصة لمجموعة من نشاطات تربوية يستفيد منها هناك بعض أحياناً لما نستعمل أسريب الأرقام دون توضيح يوقع هناك يعني لبس عندما نقول 900 ألف مليار سنتيم دلالة على أن هذا القطاع هو أكبر قطاع في الوظيفة العمومية عدد العمال تقريباً يتجاوز 700 ألف موظف ولذلك نسبة 2% من كتلة الأجور إذا اعتبرنا أن 1% نصفها يروح للفانبوس ونصفها يروح للتقاعد النسبي إذن 2% اللي يتروح للسندوق الخدمات الاجتماعية بطبيعة الحال يكون هذا المبلغ مبلغ ضخم ضخم عدد العمال كبير وكيف رح يستفيدوا منه عمال القطاع عمال القطاع اليوم بدأوا يلمسون أهمية هذا الملف كمتنفس بالنسبة إليهم لسد بعض الحاجيات اللي هم رهم يعانوا فيها من نتيجة الظروف الاجتماعية والصحية كأن الجانب الصحي هو جانب مهم في خدمات الاجتماعية اليوم موظفوا القطاع لمسوا ذلك من خلال الاتفاقات التي تتم الآن مع المصحات ومع عدة المخابر المختصة في التحليل إلى آخره كذلك هناك شق الاجتماعي فيما يخص المنح فيما يخص السلف فيما يخص ملف السكن إذن كين جوانب اجتماعية مهمة يمكن لموظفي القطاع أن يستفيدوا من هذا الملف بطبيعة الحال بقواعد مضبوطة ليس الكل يستفيد في عندكم رؤية خاصة لتسيير هذه الأموال نحن هناك مبادئ أساسية بالنسبة لهذا الملف لا يمكن التنازل عنها أولا مبدأ التضامن الوطني كقيمة مجتمعية يجب الحفاظ عليها لأنه يجب أن المواطن في تين دوف أو في تامر راسل يجب أن يستفيد من زميله الموجود في العاصمة أو موجود في عنابة أو موجود في وهران هذا الأمر الأول الأمر الثاني نحن هذه اللجان أعطينا لها الشرعية الانتخابية بحيث أن اللجان تنتخب من طرف 700 ألف موظف وبالتالي اختيارهم سوف يكون من طرف العمال وليس من طرف النقابات لها استقلاليتها التامة في تسيير أموال الخدمات الاجتماعية لكن ما يعيق الآن هذا الملف بالدرجة الأولى هو القوانين المسيرة لها لدينا مرسيم مؤرخة في سنة 82 المرسوم 303 الصادر في 82 المرسوم 82 بمعنى المرسوم هذه يجب أن تحين وفق الظروف الحالية وفق التعددية الحالية وفق الرؤية لتسيير الأموال الحالية نحن نتسأل لماذا لا تحين هذه المرسوم وهذه المرسوم هي التي تعيق لنا لإعداد قرار يكون ضابط للتسيير ضابط للرقابة على الملفات ضابط لصلاحيات اللجنة الولائية واللجنة الوطنية وهي مشكلة اليوم نحن نعاني الآن في الميدان بعض المشاكل موجودة في الميدان نحن من خلال مشاكل الميدان قدمنا إلى وزارة التربية الوطنية مقترحات قلنا لتفادي المشاكل التي حدثت في اللجنة السابقة هناك إيجابيات يجب أن نقيمها ونتمنها وهناك سلبيات يجب أن نصححها بهذا الغرض نحن أردنا أن ندخل تحسينات على القرارة 12-01 لأجل تفادي الانسدادات مختصر فقط مثلاً هذه التحسينات هذه التحسينات مثلاً يجب أن نوضح صلاحيات اللجان لا يعقل لجنة وطنية منتخبة من طرف 700 ألف موظف ترهن صلاحيتها من طرف هيكل تسير تعينه الإدارة اليوم هيكل تسير هو الذي تقريباً يعد الاتفاقيات ويعد الصفقات ويعد كل شيء وكل الاختلالات موجودة هنا والتهمة توجه لللجان هذا الأمر الأول هناك كذلك نحن نريد أن هذا الملف يروح للشق الاجتماعي أكثر منه والشق الترفيهي ولما لا يكون الأغلبية 100% على الشق الاجتماعي وكذلك نكتفي بهذا القدر فيما يخص هذا الملف نظراً لديق الوقت نشكرك بسعود بوديبل أمين الوطني موكلة بالإعلام في نقاب الكناب باست وكذلك نشكرك سيسامير القصوري عضو منظمة أولياء تلميذ شكراً شكراً للمشاهدة